نهيت مشوارك الكروي بعد بطولة الألعاب الإفريقية سنة 87 قررت الاعتزال هل قررت الاعتزال علشان خاطر أنت بش قادر ولا تفرض عليك ولا فيه سن معين لازم العبي اعتزل لا السن بتاع الاعتزال ترجع لتقدير اللاعب وقدرته على العطاء نعم إنما أنا يعني الفترة اللي أنا قدتها كنت أنا كملت بعد بطولة الألعاب الأفريقية في كينيا 87 وصلت لي بطولة الألعاب الأفرق السوية في بداية 88 في يناير 88 بالضبط لعبنا ضد كوريا ودي كانت أنت كنت خدت قرارك؟ أنا كنت خدت قراري أن البطولة دي وكنت صرحت تصريحة بليها برضو أن البطولة دي كانت هتبع آخر بطولة بالنسبة لك مع المنتخب نعم لأن أنا حست أن المجموعة دي ده مبارات مصر والسنغال 87 87 آه آه اللي احنا كسبناه هناك آدي ها واحد صف آه ده أيما نيونس آه أيما نيونس واحد صف آه وايما ما جابش غير الجلده ها كنت خدت قرارك قلاسي أنا كنت وقرارك كابتن وقلت هو دي يعني خلاص كده مع المقاولين عملنا بطولة واثنين وتلاتة والحمد لله وكان يعني بداية جيل جديد بقى غير غير أوائل التمانينات الناس اللي دخلت بقى علينا وكملت كسعال كان الكابتن جهري بقى تولى طيب ايه الامنية اللي كنت تتمنىها وانت بتلعب كورة ومتحقت لكش والله يا كابتن انا ربنا اكرمني كل اللي انا اتمنيته ربنا ادهوني واكتر بس انا افتكر ان لما خدت قرار اللي اعتزال كان احمد شبير كلمني وقال لي انا سمعت انك ايه اللي انت بتقوله ده واحمد شبير كان دخل علينا بعد تزال كابتن سابت بعد بطولة كاس الالعاب الافرقية احمد شبير رحنا في دورة في كوريا تمهدية قبل الالومبياد تمهدية قبل الالومبياد كان منتخب مصر مدعو كبطل افريقي واحمد شبير كان هو حارس المرمس عيتها ناديف الاسماعيلية كابتن اه اعتقد النافل اسماعيلية قبل كاس الامم كان معانا ناصر التليس اه ناصر التليس ومحمود صالح ايوه محمد عمر اه ومخلوف وعليش حاتة اه واشرف اسم حازم الله يرحمه وعليهوب اه اه ومخلوف ومخلوف اه وعملنا ماتشات اكثر من رائعة يعني كانت فرق تقيلة تقيلة استراليا وكوريا وكانوا مستضيفين فرق تقيلة اوي يعني نعم ورجعنا اه بيقول لنا فوجئت انت ايه اللي انت بتقوله ده ناس مات انك انت هببطل وابتاع ازاي الكلام ده ده كابتن جوهري اه ماسك وهيعمل تيم جديد ولازم اتكبر كان سنة كم سنة ساعتها كان تسعة عشر سنة تسعة عشرين وانت من الناس يعني مفروض تبقى من عناصر الخبرة اللي موجودة مع المطعمين جوداد دولت وازاي تفكر كده واحنا على ابواب كس عالم مين كان ملعب بكرايت ساعتها في المنتخ كان ساعتها ابراهيم دخل بقى ابراهيم حسن اه اه كان ساعتها ابراهيم حسن ايه ايه فقال لي لا انت لازم تصبر السنة دي وهي سنة واحدة وكانت تسعة وتمانين بقى قال لي تصفيات وتكسل عالم تسعين كنت اخدت قرارك بقى كنت اخدت قراري وحتى قابلتني مشكلة في المقاولين انهم ما كانوش رضي اه انت ما تعتزلش انا ما اعتزلش ايه سبب الاعتزال وكده قلت لهم انا خلاص يعني حست ان انا احترمت تاريخك يعني بالزبط وبعدين قلت خلاص يا كابتن الحمد لله بطولة واثنين وثلاثة في المقاولين وفي المنتخب انا مش عاوز اكتر من كده مفيش حد اثر على قرارك في الاعتزال هم في الاضارة في المقاولين العرب كانوا زعلانين جدا ومش موافقين وقالولي لا حتى مش هنعمل لك ماتش تكل يا جماعة قالولي لا انت خبرة وقعد سنتين ثلاثة في وسط الناس الناشئين اللي طلعين طلحهم ووجههم يعني قلت لهم انا مش انا مفيش حاجة مديقاني بس هي القصة كلها كانت امتحانات الماجستير في التوئيد انت خدت قرارك ولا رجع فيه خلاص خلاص لان كنت بامتحان ماجستير ساعتها كابتن طيب لما خدت قرار اعتزالك تفاكر المباراة تعتزالك كانت مع مين مع النادي الاهل مع النادي الاهل نعم كل الشكر والتقدير لمجلس الادارة في التوئيد ده حضروا معظمهم والكابتن عبدو صالح كان حاضر حتى فيه ماتش الاعتزال نعم ودي نادرة ما بتحصل يعني طبعا ان رئيس مجلس الادارة وعضاء مجلس الادارة يروحوا وكان يعني وهم بيردوا الجميل بقى يعني يعني طب انت تفتكر الوقت ما فيش مباراة اعتزال ليه اعتقد الجو والمناخة بغيرة كابتن اللاعب دلوقتي ما تقدرش تقول اللاعب ده ينتامل للفريق ده يعني هو بيلعب السنة دي في الزمالك هتلاقي السنة الجاية في الآلي هتلاقي اللي بعدها في الزمالك احتراف احتراف ولا اختراف فهو انهي نادي هيكرمه هو واخد حقه اه ده قصة كانها هو بعد الاحتراف الدنيا اختلفت بس مفيش لعيب في ظل الاحتراف بيقعد لنادي تمن وتسع سنين زي زمان فانهي نادي هيكرمه فخلاء القصة اختلف خد حقه معدما نعم طيب